شكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة كما علننا من نهاية الأسبوع والبارحة أيضا سيد فتح سلاوتي وزير التربية هو ضيفكم هذا صباح سيد الوزير شكرا على تلبية الدعوة لأنه نعرف شنو لا يمت هذو ما 24 ساعة في نهاري هذو قادرين تخدموا في 48 طو مرحبا بك ساعة مرحبا سي حاتم شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإدارة الوطنية البارحة النادوة الصحفية والذي خرجنا منه أنه الاستعدادات تامة موجودة من طرف وزارة التربية سيد الوزير في خصوص سنة تصير الامتحانات متع البكالورية في أحسن الظروف وسيناريوات لكل حاضرة بروتوكول صحي وكل الإجراءات توقع اتخاذها من أجل الحفاظ على سنامة هذه الشهادة هل راضين الحمد لله توابع توزيع الامتحانات على المندوبيات البارحة الأمور القطار على السكة ولا فما بعض التخوفات نبه منها الآن التلامذة والأولياء وغير ذلك في الحقيقة كما تعرف وزارة التربية فيها كفاءة كبيرة تعود تراكمة خبرة في مختلف المجالات وخاصة في الامتحانات ونعتقد أننا جاهزين مية في المية بحوله للموعد الأهم مهم جداً التي تنتظر كل العائلات التونسية سواء في الداخل أو في الخارج انطلقت صحيح البارح المواضيع الامتحانات توقع توزيحها على مختلف المندوبيات الجهوية كإشارة انطلاق لهذا الموعد الهام الخمسة على خمسة لا يوجد تخوف من حاجة ديما تم تخوفات مفاجئات آخر وقت لكن ليس كبيرة بحكم التجربة الموجودة قرنا حسابنا عملنا سيناريوات للكل في مختلف المجالات إن شاء الله لا تصير مفاجئات غير سارة وأعتقد أن كل شيء خذيء قرنا له حسابه إن شاء الله سيد وزير التربية العائلة التونسية تقول لك العام هذا استثنائي ولداتنا تعب مقراوش كما يجب وتحت بعض المواد والتخفيف من البرمجة هل الامتحانات اللي بش تصير في البكالوريا سنة بش تاخو بعين الاعتبار هذه الوضعية الخاصة جداً لهذه السنة اللي فيها الجايحة وفيها أن المحصول أو التحصيل للتلميذ كان ضعيف نسبياً مقارنةً بسنوات الفارتا فبش يكون امتحان في المتناول معناها؟ في الحقيقة صحيح أنه صارت أشكالات كبيرة سنة كما تعرف خلتنا نعتمد برامج مخفة لكن لا مجالة إلى امتحانات في متناول الجميع نحن نحب نحافظ على مصدقية شهايدنا اللي معترف بها دولياً وبالتالي بش تكون امتحانات على البرنامج المخفف لكن في مستوى يخول التلميذ اللي راجع بطريقة طبيعية بش ينجح إن شاء الله ولكن يلزم زادة كيف كيف كيما ينجحوا بعشرة كيما ما يجيبش معدل كيما ثم معدلات عالية جداً هذا كاش يلزم يعني امتحانات ما يلزمش تكون في متناول الجميع وبالتالي ثم درجة متع صعوبة أكيد بش يوجدها على مستوى الامتحانات بش تخلينا نميزه بين الممتاز والحسن والقريب من الحسن والمتوسط والضعيف تقصد في الجودة في سنة غير عادية؟ أكيد جداً كيفيش نلقاها الجودة في سنة غير عادية؟ بالمرة معناها أصعب سنة دراسية وكيف كملتوها وكملت السنة دراسية برافو للمتدخنين الكل حتى الأسهر التونسية والمواطن التونسي اللي مرافق ولده ولا بنته وخلها العام يكمل والحمدول فعلاً هي تضحية كبيرة وصدقني معنتها كانت تعامل يومي كل يوم ويومه على مستوى الوزارة على مستوى الجهات كيف كيف حاولنا بش نخليوا المدارس مفتوحة أكثر نهار ممكن لأنه ولينا نتعاملوا بالنهار ساعة يجيك مقترح بش نسكروا مدرسة ستة أيام ونقولهم حاولوا خمسة أيام خلي نهار سبت نهار لاثنين يرجعوا مثلاً دونك بالنهار بالنهار وصلنا بفضل مجهود الجميع بدون استثناء من المدخلين لكل المجتمع المدني العائلات للكل بصعوبة كبيرة ثم هنات ثم النقائص كبيرة تسجلت هذا بالتأكيد لكن رغم ذلك احنا اليوم نجاح نسبي لابد من إشارة أنه نجاح نسبي والجودة في هذه الظروف الصعيبة برشا تولي صعيبة العملية على هذا التلمين أكيد جداً لكن احنا بش نكون ويجزيجون في الجودة في إطار البرنامج اللي وقع استعماله يعني في البرنامج اللي قديناه سنالي هو برنامج مخفف وبالتالي بش نبقى وفي الكادر هذيك متاع برنامج مخفف ان شاء الله تكون فيه متناول الناس اللي قرأوا على رواحهم زيت حاجة أخرى نبدأ وحطين يدينا على قلوبنا وقت لتوصلنا البكالوريا في السنوات الأخيرة ناس وقلت طيارات سمحني في الاستعمال هذا الترم هذه الكلمة طيارات في الغش صحيح وصنافة ما أرقام قياسي يعتقد في المترشيحين بشكل فردي هو رقم قياسي سادة من المترشيحين منذ الاستقلال إلى الآن وصلنا لك تلقى 147 ألف مترشح فعلا 146 ألف وقت هذا الثاني رقم قياسي بعد 2008 156 ألف وإضافة إضافة اللي صار 12 ألف وخمسمائة بالنسبة لعم ناول يعني عدد كبير إضافي لابد من إشارة هنا وأن حالة الغش كما حكيت ساحاتهم عم ناول كانت قبل ماهيش برش قلت عم ناول مثلا 850 حالة غش عم ناول 1550 حالة غش يعني تقريبا دوبر وفقنا اللي فما طرق جديدة متاع الغش اللي هو الغش الالكتروني الغش الالكتروني اللي يعتمد فيما يعتمد عليه ليكيت وطوى حتى على صفحات التواصل الاجتماعي موجودة ديزانوس معناتها وقعدين الراقب وعنا اللجنة تراقب في اللي زانوس هذوما وتنسق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل بش يقع القبض على كل من يتعامل بطريقة هذه لأنه كما تعرف الغش هو آفة تنخر وسرطان ينخر المنظومات التربوية في العالم لأنه اليوم حتى حد ما يقبل وهذا نداء للأولياء نداء للجميع بدون استثناء أنه حتى حد ما يقبل بش ولده يغش وبش ناس واحد يغش ويولي نهار آخر مهندس يبنينا قنطرة تطيح القنطرة ولا يولي تبيبي دوينا بالغالط يقت العباد هذين كل يجب أن يخذوه بعين الاعتبار رهم مصدقية شهادتنا قبل كل شي ولا بد أنه الكلنا مع بعضنا اليد في اليد لأنه المسألة والتي تختيرها برشا وصعيبة وحتى مراقبتها أصعب وصعب لكن مثلا ما شيء على المستوى هذية مجهود كبير تبذل وبشي تبذل المكفحة الظاهرة هذه الاختيرة اللي هي الغش عدد المترشحين بشكل فردي عدد المترشحين بشكل فردي في العادة عنا خمسة لاف ستة لاف سبعة لاف ماكسيما السنة عنا حديش نلف وخمسمائة مترشح فردي وفقنا اللي ثم بين هالمترشحين الفرديين مع كل احترامي للمترشحين للباكالوريا خطر تعرف الباكالوريا ولت في وقت ما هاجس بالنسبة وهذا كيفسر اليوم عنا واحد عمر واحد وسبعين سنة يعدي في الباكالوريا وعننا العديد اللي عمرهم أكثر من خمسين سنة يعديوا في الباكالوريا وعنا من 17 سنة لواحد وسبعين سنة اللي يعديوا في الباكالوريا واحد وسبعين نحييهم الكل بدون استثناء لكن لابد من الإشارة أنه بين هال هلحدش نلف وخمسمائة مترشح فردي فما مجموعة لباس بها مشرية بالفلوس يعني يدفعوا له فلوس بش يدخل قاعة الامتحان وبش يسرب لهم الامتحان وش يخرج الامتحان بطرق الالكترونية بدي كاميرا موجودين في ستيلو في منغالا في أي وسيلة الالكترونية ذلك عليش منعنا منعا باتا وكل واحد يدخل بأي آلة الالكترونية لمركز الامتحان في المركز مش في القاسمبرك حتى في الساحة راهو يعتبر محاولة غش وإحنا عملنا عاملين حملات تحسيسية وتوعية كبيرة ونهارة الامتحان بش يكونوا زوزم الناس أمام كل مركز امتحانات بش ينبهوا المدخلين الكل ما تدخلش خاصة تليم ذا ما تدخلش تاليفون وكان عندك تاليفون خليه هنا أمين فوا دخل بيه وشدناه به راهو يحاول تغش وبالتالي بش يقع حرمانه من الامتحان يقول القائل هنا والبعض قالوا عليش ما نعملوش براكز خاصة بالمترشحين بشكل فردي هو توسنا تقريبا هذك اللي عمنا أكثر المترشحين بشكل فردي بش يتوجدوا في قاعات خاصة بهم مع كل مالوروزمو تجبرنا بش نعملو لهم نتختمو وحدهم رغم اللي إيماننا وأنه الباك هو عرص وبالتالي يندمج تصورك اللي واحد وسبعين سنة معلي عمرو سبعتاش سنة فرد قاعة تعطي يوم بيونس أخرى لكن الغالب الغش هذي وتفطلنا الغش الالكتروني جبرنا بش نحطوهم في قاعات فيها اثناشا واحد فقط ومع تشديد المراقبة مراقبة شديدة وصارمة جدا لهم هما أكثر مراقبين أكثر تبعات مقارنة بسنة الفارتة سيفات حي سلاواتي قد زدتوا سيد وزير التربية احنا كما تعرف الامتحانات الوطنية عنا فيه مئة وسبعين ألف متدخل بالنسبة للباكالوريا عنا مئة ألف مراقب يعني حاولنا نوفروا أقصى ما يمكن من عدد المراقبين باش حتى إذا كان غاب حد نعوضوه مباشرة بدون إشكالات فما يقولوا سيد وزير التربية أو وزارة التربية عندها تناقض لأنه من ناحية الغش قاعد يتطور وقاعد يولي باشية غريبة بالوسائل الإلكترونية من ناحية الثانية سيد وزير التربية وانتي حاضرتك خفافت في عقوبة الغش في الحقيقة ما هو شي تخفيف الأشكال متاع عقوبة الغش أنه عندنا وليدات خطرا خمو الكل ولدات 17 و 18 سنة يعني محاولة ساعدتها غش نحكموا عليه قبل كانت خمسة سنة إذا كان غش ومعها سوء سلوك ستة سنين ثم كان زوز عقوبات فقط اللي لاحظناه وأنه جيل تلميذ أعمل الغلطة في سنة 17 و 18 سنة ومعنيتها تحكم عليه خمسة سنوات عبارة على قدين عليه وليش يكون ما قالوا ما قالوا الفساد الحرقة الاشكالات هذه كل كنا علش ما نمشي وش بتدرج ابتداء من عام حتى الخمسة سنين وحسب خطورة الغش حتى الغش فيه درجات وبالتالي لا بد من التدرج فيها مثلا محاولة الغش حتى نهى بين عام وثلاثة سنين وبش نعملو لها الظوابط واضحة واختيش ثلاثة سنين واختيش عام لأنه إلى حد الآن الناس نحكم عليهم خمسة سنين ثم إمكانية أنهم يتظلموا ونقصوا لهم من العقوبة لكن خلينا المجال لليجان المكونة هذية باش تقرر هي بين عام وثلاثة سنين بين عام وخمسة سنين حتى الخمسة سنين في حالة باش تمشوا القضاء سيد وزير التربية أكيد جدا كل شي محتوط اليوم وحذرنا رواحنا بالنسبة للمترشحين الفرديين كل غش أو محاولة غش إضافة إلى العقوبة التأديبية تم مشينا القضاء باش نمشيوا للقضاء باش نرفعوا بهم قضايا لأنه اللي ساير ما يمكنش نسكتا عليه وهنا حذرنا الناس كل وكل واحد يتحمسوا لي توراهوا بالنسبة لنا من الآن نعلنوا أنه كل مترشح فردي يتشد في حالة تلبس راهوا مش عقوبة تأديبية فقط ثم عقوبة قضائية البروتوكول الصحي والنافة ما تخاوف من طرف الأولياء يقول لك باش ننشحوا في البروتوكول الصحي هذا في ظل عدد كبير السنين متعمت رشحين صحيح العدد كبير أنا نحب أن أتمن عليه الأولياء أنه السناء زدنا خففنا حتى من عدد تلمذا في وسط نفس القاعة عم نقوله ثمنتاش السناء بين ثناش وخمستاش أقصى تقدير خمستاش يعني زدنا وفرنا وباش نوفروا كل وسائل الحماية للجميع بين من بافيت من جيل كل شيء متوفر إن شاء الله بالعدد الكافي وبالكميات الكافية في مختلف مراكز الامتحانات وبالتالي نعود نأكد وأن صحة أولادنا صحة اللي تار تربوي هي تمر قبل كل شيء صحيح؟ باش نتواجده يمكن صعوبات بعض الحالات اللي نفيقوا بيهم عنده سخانة طالعة حاجة باش نعزلوه في قسم وحده وعنده نتخدمه بارتكولية بشي تعمله حسب بروتوكول صحي واضح في الاتجاه هذين كذلك ثم أولادنا اللي مصابين ربيش فيهم عملنا سنتر متعزل مركز عزل في المونستير باش نهزولوه احنا على حساب المندوبيات نوصلو تلام ذه هذو مولادنا لهالمركز هذي مركز الحجر وباش يعديوا الفترة متاع الباكالوريا كاملة فيه وجيهم امتحاناتهم الغادي ويعديوا امتحانات على علماتهم هذو ما شكولهم اللي بوزيتيف هذو ما اللي بوزيتيف واللي عنده أعراض اللي مصابين طول البوزيتيف اللي عنده بسير بوزيتيف واللي عنده أعراض نفيقوا به نهارة الامتحان في الدخول مثلا في قيسين درجة الحرارة نشوفوا اللي ها مرتفعة نحطوه في قسم واحده وثم نتخدمه سبيسيال اللي هو معنى نكونوا متمانين على اللي عندهم الأعراض ولا اللي هو بوزيتيف ولا اللي هو ولا بازد سليم في هذه العملية بدون أدنى شك وحتى اللي شاكك في روحه ماذا به يعلمنا باش نحطوه واحده في قه نعم سيد وزير التربية نتحدث أيضا على تجربة التلفزة التربوية البعض يقولك والله عاونتنا فالفترة الصعيبة هذه عاونت البعض يقولك ليه مزال مشروعا ما وصلش إلى مرحلة النظر ماذا رضاكم على التلفزة التربوية اللي نشمو قوله تولد تسناء من الباب الكبير صارت التجربة عاملية ولكن سناء التلفزة تربوية من الباب الكبير ماذا رضاكم وهل بالمجد في تقييمكم ونعرف التابعة في الموضوع عاون التلاميذ البكالورية والتلاميذ بشكل عام في الدور لي منوت بعهدتها احنا خذينا وقتنا للتحذير لأنه كما تعرف الانطلاقها متاع وسائل الإعلام الانطلاقها هي الكل يعني الفكرة التي تتكون لدى المستمع ولا المشاهد على وسائل الإعلام صعيب باش تبدلها من بعد دونك خذينا وقتنا قيمنا التجربة اللي فاتت بدينا التجربة جديدة صحيح في بدايتها للبكالورية فقط تسناء اللي نجم نأكد عليه وأنه حاولنا انتفاداه وأقصى ما يمكن الهينات اللي شارت في التجربة الأولى واللي كانت في ظروف صعيبة متاع كونفينمان كامل الجنرال التونس المرة هذه أعتقد وأنه ثم نجاح نسبي نجاح لباس به باعتبار أنه ثم تطور في الأداة تطور في الشكل وتطور حتى في المحتوى لأنه اللي يكونوا اللي يوصلون على التلفزة هذه مش خايبين بكل لابد باش نبنيوه عليهم لكن متأكدين وأنه التجربة هذه باش تتواصل لأنه خيار استراتيجي اليوم في تونس باعتبار عدم توفر من سوء الحظ وسائل للتعليم عن بعد بشكله المعروف وبالتالي التلفزة مدامها موجودة في كل البيوت التونسية من الشمال الجنوب من الشرق الغرب ممكن نوصلوا بها إلى كل التلاميذ بدون استثناء وكي نحقوا تكافؤ الفرص باش نستغلوا على التطوير باش نبنيوه قتلي نبنيوه علي عنا توا باش نستغلوا على تطوير عام الجاي باش نقعوه تطوير لهذه التلفزة التربوية تطوير كبير وإن شاء الله باقم تلفزات تربوية إن شاء الله باش نبداوه هو المشروع الاستراتيجي بتاعنا أنه تلفزة تربوية لكل مستوى تعليمي هذي أما على الأقل بالنسبة للسنة الجاية باش نزيدوا باقة لاثنين على الأقل إن شاء الله لمستوى التلفزة التربوية هذي ما تفكروش في الإذاعة لخفتها لوصولها أكثر أكيد جداً إذاعة تربوية أكيد جداً موجودة هي إذاعة تربوية باش نعاود ونحيوها وثم أمكانية بالتباعة خاصة الإذاعات تورت وتوصل برشا للمستمعين وبالتالي لازم ناخدها بعين اعتبار لكن مع ذلك يبقى المجال هو الأحسن والأسلم هو التعليم عن بعد بشكله ودوسي يظل مهم قدامك سيد وزيدة تربية سيفة حيسالي وكيف هو العائق اللي موجود شفما على لش ما نوصلوش نعملوها بذب هي موجود عندي اعتمادات يقول لي مرسود صحيح يقول لي فهم إرادة سياسية صحيح وفهم تعاون مع الوزارة المقتصة ووزارة التكنولوجيات التي صار حتى فهم تمويلات خارجية موجود شون يموقف هو عن المركز الوطني لتكنولوجيات تربية بعد مكسب كبير بارشة لتونس عنا اليوم ما يمكن كل كل مودي كل معلم وكل أستاذ بش يتصل عن بعض بتلمزدو ويعمل درس بالمرئي ومسموع كيف كيف بالتكنيك متع تيمز ولا متعزوم ولا غيرها ينجم يدخل على عندو عنها منصة يدخل عليها حط اللوغين والمود باس يتلعون له الأقسام متاعه الكل بقرص واحد يبعث ميل اللي تلمزدو يقول لهم مثلا نلتقي في الساعة الفلانية لدرس يدوم كذا كذا إيسو كونكت ويلتقي معهم عن بعض ويعمل درسه عن بعض مثلا ما حتى أشكال الأن وين الأشكال؟ الأشكال أنه منظومة التربوية في تونس تبنيت على مبدئين هما خاصة تكافئ الفرص نتعاملوا مع الجميع بدون استثناء على أساس المساوات وتكافئ الفرص اللي هما هذوم المبدئين الأشكال هو أنه عندنا مدارس اليوم لغلبية الساحقة خاصة في الأرياف ما فيهش أنترنت وعننا تليم ذا في الأرياف ما عندوش حتى تليفون اللي نجم يتصل به كدير من تابليت ولا من أوردينتور دونك أولوية لأولوية إذا كانوا نحبوا نعموا هالطريقة هذية متع التعليم عن بعض هو توصيل الأنترنت إلى كل المؤسسة التربوية بدون استثناء وين وصلنا في هذا المشروع هذا جستم هذا المشروع أن تلقى استثناء بدنا فيه وإن شاء الله في آخر 2023 المدارس تونسية لكل 615 مدرسة تكون هناك تنترنت وودي بيون بلوس هذي ان شاء الله في replique ألفين وثلاث وعشرين المدارس القل بدون استثناء السنة المعاهد والإعداديات ان شاء الله من هنذا لأخر العام والي يكون هناك يخطوة المعاهد والإعداديات في 2021 نهايتها يكون هناك نهاية وربعة المدارس البزني البتداي 615 بشي يكونوا إن شاء الله في هال البروجيه هذا إن شاء الله يكونوا كونكتي ممول من البنك العالمي إن شاء الله يكونوا كونكتي للإنترنت الكل مع هذا شي يقولوا بعض الأولياء والأسادة والإداريين وصلونا زد الماء مع الإنترنت الماء لبعض المدارس فما أشكال عنكم سيد الوزير عننا أشكال كبير برشا برشا عننا قرابة الألف خطر تعرف المكسب الكبير متاعنا في تونس أنه عندنا مدارس وين مفهم حتى شي مدارس على الحدود مدارس في اللريف مدارس في الجبال في السهول في كل البلاس ممتاز مكسب رائع جدا تعمل منذ الاستقلال وبرشا مرات راو مش مجهود الدولة مجهود شعبي يجي يبني زو الصلاة ويقولوا كبعث لي معلم أبعث لي معلم وكهو يعني مجهود كبير وبالتالي البقايع هذو ما موجودين في أماكن اللي مناجموش نوصلو لهم مياسوناد مالوروزمو وبالتالي قداش تقريبا من نقطع عنا مش عنا ألف واربعمية وخمسين مدرسة تقريبا ما يوصلهيش مياسوناد ومنهم أربعة أربعمية وخمسين مدرسة ما يوصلهيش المياس بصيفة مستمرة نوصلو لهم بالخزانات ثم اللي عاملين فيهم دي باشاوو ثم اللي حافرين فيهم مبيار ولابد من الإشارة هنا إن شاء الله إن شاء الله أنا هذا يوعد أنه ما يليقش بتونس اليوم الفين وواحد وعشرين أنه تكون عندها مدرسة بدون مياسالح الشراب خاصة في ظل الوباء هذي وبالتالي وعد إن شاء الله نثم حتى مدرسة في الرنتري جاية ما تكونش فيها متوفر المياس بصيفة مستمر تخدمنا مع الممولين متعنا ووفرنا ديجا ومازلنا باش نزيدون نوفر سيفاد حسال أوتي يقولونك سيد وزير التربية حضرتك صحيح رجل ملافات وتشتغل على الملافات وتوصلهم بإذن الله يقولونك الترانسبرانس تخدم على الشفافية لكن إلى حد الآن لدينا مشكل في الترانسبرانس هذا في خصوص نقل السادة والمعلمين والترقيات والوظائف العليا في وسط وزارتكم سيد الوزير صحيح هذاك علش نحب نكون روان هنا هي بشرة في الحقيقة لكل المتدخلين بدون استثناء أنه منذ يوم الأثنين الفارض أطلقنا منصة باش تخول لنا منصة رقمية هي متع خدمات خدمات إدارية للأساذ والمعلمين وكل المدخلين على مستوى الوزارة كل موظفي الوزارة باش تخول لهم باش يعملوا ياخذوا خدمات إدارية عن بعد والحاجة الثانية والمهمة برشا أنه قلمت على سيد ذالي مستنسا تطرح برشا مشاكل وتخيل الحجم اللي عنا لنقلب صفة عامة كانت تاخذ لنا بين ستة وسبعة شهور تحذير كل عام تواب المنظومة هذية جديدة باش تاخذ منه بعض ساعات لأنه اللي باش يعمل اللي باش يطلب النقلة يطلب النقطة وعنده سكور يطلع له سيستيماتيك مو ومن بعد النقل باش تم حسب السكور هذوما حسب العدد اللي عند كل واحد وكل واحد ممكن له يثبت سكوره وسكور غيره ويشوف كل شي دانة ترانسبارانس توتال متاع عملية النقل وبالتالي هذا مكسب كبير وكبير برشا نهني عليها الليداريين اللي عنا والتقنيين في الوزارة بمجد خطر تعملت خدمة كبيرة ومن أسعب الوزارة تتعرف نصف متاع الوظيفة العمومية عنا في وزارة تربية وإذا كان منظومة تنجح في وزارة كيموزارة تربية وذلك عليش حذرنا نهارة الإطلاق متاع المنصة هذه حذرنا أربع وزارات معنا وزيد وزير الاتصال نفسه حذر وأعرب على عجابه بالمكسب هذيا وبش نعموه إن شاء الله على بقية الوزارات كيف كيف بالنسبة للترقيات ترقيات زادة كيف كيف اللي يحب اللي طالب ترقية يدخل ويشوف سكور متاعه ويثبت اللي ما ثماشي أي تعامل خاطئ ولا ماهوشي شفاف في مسئلة ترقيات وهذاك بالتباعة مكسب أنا اللي نحب نأكد عليه أنه هذا يراه السوك اللولاني متاع منظومة كاملة متاع سيستام دانفورمسيون انتغري باش نحطوه في وزارة تربية إن شاء الله وإذا كان نحبه نقضيه نرجعه الأمل للناس خاطر مشكلتنا في تونز شنو سحات أنه الناس ما يشوفوش رواحهم يتعاملوا بنفس الطريقة وقت يش تحب ترجع له الأمل وقت اللي يحب ويشوف وقت اللي عنده حق ياخد ما عندهوش حق ووضح له ماهوش بش جي يحتاج وبالتالي بحواج كيمة هذية بالرقمنا بمنظومات من نوعاتين خليوا الامور دان لا ترانسبرانس توتال بيحاول له يرجع لما للناس وترجعك الرغبة في الخدمة ويعرف اللي جديته وتفانيه هي اللي بش توصله ماهوش تقربه من مسؤول هو اللي بش يوصله بهي تحكي على الأمل مدرسة الفرصة الثانية سيد وزير اللي تربية هل بدأت تعيد الأمل للأولياء بشكل خاص اللي متحيرين على كتله مثل انقاطوا على الدراسة والعدد كبير سيد الوزير مئة ألف تقريباً المعدل كل عام معناها مليون تقريباً في العاشر السنوات الأخيرة اللي انقاطوا على الدراسة أكيد جداً احنا مكسب كبير هذية مدرسة الفرصة الثانية مسؤول حظ عنها تجربة وحيدة باش نحاولوا تعميمها وآخر مرة جينا وزير خارجية بريطانيا اللي مولت المشروع هذه معها سفير وبالطبع شيف شفنا دوبغي ونتمنى أنه بتعملوا ريبرتاج منها تشوفوا معنتها أوليديات وبنيات صغار كانوا مقطعين وكانوا في الشوارع وكانوا عرضة لكل المخاطر اليوم يعملوا في حاجات تعمل كيف نمشي ونشوفوهم والهدف هو تعميم هالتجربة هذية وإن شاء الله نوصلوا نتحدث على تعميم وقتاش لأن المشروع الثاني في بالي بشمشوا للجنوب ماشين جابس والقروان هذه خطوة أولى والخطوة الثانية حسب التمويل احنا كان لنا اللقاء نهار جمعة الفيت مع شركاء الماليين متاعنا والتقنيين بسطنا فيه برامجنا حضروا شركاء الكل من العالم للمنظمات الدولية الكل وبسطنا فيه برامجنا وعبروا على استعداد كبير يعانتنا فيه ما يخص هالتسرب المدرسي اللي يبلغ درجة اللي يعتبرنا حسب رأي أخطر شيء في المنظومة التربوية باعتبار تمام مئة ألف يتسربوا سنويا ومش ممكن نبقى ومكتوفيه الأيدي أمام هذا سي فاتح السلاوتي مش نختم معاك بالملف الحارق الملف اللي البعض قالوا الوزراء اللي الدولوا على وزارة التربية يربحوا في الواقط الحكومة تربح في الواقط اللي ما نحبيه ما نشي حابين نحلوه ونفوه بورتوت رغم المشهود الجبار اللي قاعدين يقوموا به لسادة النواب صراحة نودي تحدث على ترانسبرانس ونعرفك جيدا اللي تخدم بكل شفافية هذا الملف نحبوه ملف متاع حضرتك ونحلو به هالإشكال المطروح أمام عدة عائلات تونسية وماما سادة ضحاء وبالنفيس والغالي وقاعدين يقوموا بدورهم حتى البعض منهم يقولون لي ما خلصنا شا ما قاعدين يقوموا بواجبة وينو سنة وشنجموا نقولوا لهم اليوم على موجات إداعاتهم الوطنية من طرف وزيرهم السيد وزير التربية أحنا أول حاجة نحب نقدر عاليا المجهود الكبير اللي عاملينه لسادة والمعلمين بنواب صفة عامة لأنه مجهود لأن المنظومة التربوية في حاجة لهم ومنسوه الحظ أظنه في عديد الحالات موقعش تكوينهم تكوين أساسي قبل لكن طوى عندهم تكوين مستمر يتابعوا فيه وبالتالي لابد بشي ركزوا أكثر على تكوينهم هذية مؤكد لابد من القول وأنه الملف هذية ملف حارق عنا اتفاقية متعرفة المشكل الكبير هو في الانتداء بصحاتهم عنا اتفاقية خولنا كل عام ننتدبوا منهم عنا إنباز دونين ننتبدوا منهم ألف حتى الحدود 2023 وبالتالي الانتداب هذا في انتظار أنه نناقشوا مع وزارة المالية لأنه المسألة مربوطة أساساً مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة والوظيفة العمومية إمكانية الترفيع في العدد اللي بشيقع انتدابهم منهم لكن كيف قلت دورهم كبير في المنظومة التربوية إن شاء الله نوفروا لهم ظروف خير ظروف خير يقول لك البعض ما خلص ناشر صحيح ما اللي بدين نقررهم معنا من بداية السنة دي لسيا سيد وزير طوى براتيكمون لكل خلصوا ديز اكسبسيون طوى أما بنجد وخرنا ياسر ياسر عليهم ومش مقبول لأنه كما تعرف ليداريين كانوا مضربين مدة شهرين ونص شهدنا أذراب متعيد داريين في المندوبيات وفي عديد وحتى في الوزارة لبعض منهم أذربوا وتوخر جيين الملفات عننا وان بلوس الملفات يجب أن تأشر عليها في رئيس الحكومة أنا اللي نوعد به وأنه مش ممكن نسكته على حاجات كما هكا واحد يقري تسعة وعشرة شهر وما يخلصش وبش نطلبوا منه يلبس وياكلوا ويكون هنداموا باهر ويتنقلوا ويكري وان سيد سويت هذي ما هوش معقول بكل طوى خلصوا أنا اللي نوعد به إن شاء الله نهار أربعتاش سبتمبر نهارة اللي بش يمشي يقدم يدخل المدرسة متاعو بش يسعح في نهارة هالكونترا وعملنا كل شي هون بلاس تاو وأخصى تقدير بالنسبة للعام الجاي شهرين ماكسيموم ويخلصوا مش ممكن أن تتواصل هالوضعية هذية إذا كانوا نطلبوا من حد بش ينفعوا لأولادنا ونخليوها بلاي شهرية مدة عشر شهر رأوا مهوش مقبول ومهوش ممكن عزيتني نهارة ربعتاش سبتمبر وانا السؤال اللي زادة اللي نسيته تحدثت سيد وزيد التربية على إمكانية عودة تكون نهارة واحدة سبتمبر بالتوافق أو بالحوار مع الشركة الاجتماعية وذي مهم جدا لأنه السنة القبل الفارتة موش الفارتة كانت ناقص وقلنا طوال نخلته في السنة القادمة والناقص نكمله أعتقد أنه ما خلطناش بش كاملنا ناقص والسنة هذية زادة دراسية كانت ناقص هي الأخرى على مستوى البرنامج فالعودة نهارة واحدة سبتمبر بإمكانها أنها تساعد نسبيا في تجاوز هذا الإشكال فهل فهم هذه الإمكانية وإلا لا لابد متأكيدا ومع شركنا الاجتماع حتى سناره وفي العطل خففنا من العطل نقصنا في المدة متاع العطل من 15 يوم إلى 89 أيام وبالتالي ثم بوادر كبيرة في الاتجاه هذا بالتأكيد وأنه نسك اليوم وموعية أنه ثم نقص في المكتسبات وبالتالي لابد من أن نداركو هالنقص هذية كيفاش نداركوه بالتعاون مع شركنا الاجتماعي ما زال ما نقشني للمسألة هذه مطروحة عندكم مطروحة خاصة أنه أنه باش نعمل تقييم شامل للمكتسبات في السنة المدرسية ومطروحة أنه نقشو مع شركان شركنا الاجتماعي ربما واحد ولا بعد شوية والعطل ربما يزاد كيف كيف لأنه نسك اليوم من أنه درجة تملك ما هي شي بالمستوى اللي كنا نأملوه الكل سيد وزير التربية شكرا لك على الحضور سيفة حسلاوتي على كل هذه المعتوات التي أعطيتها إن شاء الله حظ موافق لتلاهم ذاتنا شكرا للأسرة التربوية والإدارية أيضا اللي عملوا مجهود جبار في سنة خاصة جدا في وذل هذه اللي جايحة في صعوبات جمة لكن الحمد لله هننختم فيها سنة دراسية والامتحانات لكلها بيكون في وقتها والنتائج تخرج وإن شاء الله حظ سعيد وموافق لتلاهم ذاتنا شكرا للحضور إن شاء الله نحب كانت تسمح نترحم على أرواح الشهداء الواجب اليوم عنا ثمانين ثلاثة وثمانين بالضبط حتى للبارح في الليل ثلاثة وثمانين وفايت وفايت صارت في صفوف المدرسين ومنهم ثلاثة تلمذة والبقية معندها إطار تربوي الله يرحمهم الكل إذا كان وصلنا اليوم للمتحانات التاريخ للمتحانات ترى وخطر ناس ضحات أعطى تحياتها كاملة من أجل تونس من أجل أولاد تونس من أجل مستقبل تونس ربي يرحمهم الكل وإن شاء الله ربي يحفظ تونس ويحفظ كل الشعب التونسي شكرا للحضورة شكرا للمتحانات